تعالوا الأول نتكلم عن مباراة الزمالك وبرامدز مباراة في منتهى الإصارة بدأ فيها الزمالك التسجيل عن طريق أشرف بن شري في ديئة أربعة وبعد كده علي جبر عدل النتيجة سريعاً لي بيرامدز في ديئة حداشر وأضاف بيرامدز الهدف الثاني عن طريق فخري لقاي في ديئة خمسة واربعين وبعد كده تعادل الزمالك عن طريق عمر السعيد وفي ديئة تلاتة وخمسين أحرز إمام عشور الهدف الثالث للزمالك يعني تقدم الزمالك أولاً بعد كده تقدم بيرامدز بهدفين ثم عاد الزمالك وتقدم بهدفين آخرين ليفوز بالمباراة تلاتة اتنين ده ملخص هذه الإصارة الكبيرة في مباراة كمة حققية بين الزمالك وبرامدز فريقان منافسان على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم فريقان يعني مليانين نجوم وبصراحة شديدة هذا التفوق للزمالك اليوم في النتيجة وفي الأداء في كثير من الأحيان صحيح بيرامدز السيطرة كانت ليه الاستحواز كان ليه بس الزمالك كان أفضل بنسب كبيرة جداً تحديداً في الخط الهجومي وتحديداً في الشوت الثاني فوز مهم جداً لنادي الزمالك مع مدربه جوزفالدو فريرا فوز كان محتاجه الزمالك عشان يرجع مرة أخرى يستعيد التوازن بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا بعد نتائج فيها بعض التردد في بطولة الدوري والخسار في كأس الرابطة مع مدير فني جديد ومخضرم وكبير فوز أكيد غالي ومعناوي مهم جداً فنياً مهم جداً عشان يتأكد جوزفالدو فريرا أنه قدر يحط إيده على مواطن القوة في الفريق وأيضاً مواطن الضعف اللي كانت كانت موجودة أيضاً النهاردة النهاردة الزمالك كان عنده نقاط ضعف وأتحاول لكم كثير منها وأيضاً إيجابيات كثيرة لنادي الزمالك بالمناسبة اليوم غاب أحد أهم العيب بيرامدز والعيب المؤثر جداً في تشكيل بيرامدز وتأثر بي جداً أو تأثر بغيابه جداً بيرامدز هو رمضان صبحي وهو في النحية المقابلة لم يتأثر الزمالك من غياب أهم نجومه تقريباً هو أحمد سيد زيزو اللي غاب أيضاً عن هذه المواجهة لكن الزمالك قدر يعوض عشان عنده مدير فني برا قدر يعوض ده بشكل كويسي ناحية تاني البرامدز عنده مدير فني كبير جداً ورائع جداً وبيقدر دايماً يكسب فكرة الاستحواز بس الاستحواز كما هي العادة كما دائماً ما نقول إنها مش كل حاجة الاستحواز مش كل حاجة الزمالك النهاردة عمل مباراة محترمة هجومياً في الشوت التاني أشرف بن شرقي بالمناسبة عمل مباراة محترمة جداً ده ده يلي إن فيه مدر ببرا قاعد بيعرف يطلع من اللعب أقصى مع عنده رجع تاني أشرف بن شرقي بالنسبة كبيرة هو أشرف بن شرقي اللي نعرفه أشرف بن شرقي صاحب المستوى المميز المؤثر مش بس عشان تسجل هدف الأول للزمالك النهاردة ولا عشان عمل أداء هجومي كبير النهاردة النهاردة أشرف بن شرقي فتح جابها ناحية أحمد فتحي جابها محترمة جداً وقواة جداً ناحية فتحي كان له واجبات هجومية النهاردة أشرف بن شرقي كان بيعرف يلعب من دهره بشكل كبير جداً عشان كده شكل خطورة لنادي الزمالك معظم فترات المباراة عمر السعيد مرة أخرى يعود للتسجيل وأتقلق أيضاً في هذه المواجهة ده شغل مدرب ده شغل تعليمات مدرب وإزاي المدرب يقدر يقدر يخدم على المهاجمين بتوعه واللعابين بتوعه يعني يخدم يعني يتحرك تكتكان أو يمانج الموضوع أو يدير الموضوع إدارياً أو فنياً بالطريقة اللي تقدم المواهب اللي عنده أو المميزات اللي عند اللعابين بتوعه ده اللي عمله جوزفالدو بيريرا في فترة وصغيرة مش فترة كبيرة